ما زالت التحضيرات مستمرة في العتبة الكاظمية المقدسة لإقامة المؤتمر العلمي الدولي السنوي الحادي عشر والذي سيتناول لمحات من منهج النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم استطاع المؤتمر العلمي الدولي السنوي الحادي عشر الذي ستكون البحوث تختص بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كان الاختيار طبعا منذ عشرة أشهر أن تكون هذه المناسبة يعني معها يكون هذا المؤتمر لهذه الشخصية العظيمة في الحقيقة إن شاء الله سيكون يوم الجمعة هو يوم السبع عشر من شهر ربيع الأول هو يوم افتتاح المؤتمر في الصحن الشريف العمل متواصل من فضل الله عز وجل في اللجنة التحضيرية وهي اللجنة الرئيسة لهذا المؤتمر المؤتمر السنوي الحادي عشر وكذلك العمال متواصلة في اللجان الفرعية نحن من فضل الله عز وجل كان لنا لقاءات متعددة ما بين جميع الأعضاء مع السيد الرئيس اللجنة التحضيرية والسيد نائب الرئيس اللجنة التحضيرية وتم ترتيب جميع العمال ونحن من فضل الله الآن في نهايات أعمال المؤتمر العتبات المقدسة لا يقتصر عملها على كونها أماكن مخصصة للعبادة وإقامة الصلاة فحسب بل يتسع شعاع مهامها في إثراء الباحثين عن العلم والمعرفة من خلال نشر علوم النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ضمن السعدات التي تجري لعقادة المؤتمر العلمي الدولي السنوية الحادي عشر لهذا العام التي تقيم الأمان العام الأعتباء الكاظرمية المقدسة ومضيم المهام الناهي أعداد التصاميم للفيكسات والمطويات وما يتعلق بهذا المؤتمر ومضيم المهام الناهي في لجنة استلام البحوث استلامنا البحوث لنهاية الموعد المحدد لها ومن ثم جمعها ورسالها إلى لجنة تسلام البحوث لتقييمها وتقويمها واستلام البحوث الكلية كانت 66 بحثاً أربعون منها تم قبولها وكذلك البحوث من دول مختلفة منها لبنان ودول الخليج قسم منها انعقاد المؤتمرات في العتبة الكاظرمية المقدسة يعد من ضمن اهتمامات خدم الإمامين الجوادين عليهم السلام العلمية والثقافية والتي تخدم المجتمع لأن هذه البحوث تواكب الحداثة والدراسات القائمة حالياً هي للفائدة من التجارب الماضية في وقتنا الحاضر لبرنامج هنا الكاظمية على الأنباري ترجمة نانسي قنقر